على فكرة الحادثة اللي بتعرض لها جيرمي رينر داية انا معلش يعني انا عايز افتح تحقيق انا اسف تقولي بقى حادثة وقدرية وكنا في التلج ومحدش تاني كان موجود او معلش يعني انا لما يحصل حاجة كده لراجل كان بيهدد توم كروز اول واحد اتهمه توم كروز معلش ندور بقى على مين اللي سايب الفرامل انا باهني الفيلم مبدئيا وبحترم فكرة انه سوى قوي قوي بشكل واضح لانه جزئين لانه بارت وان و بارت وو على عكس افلام تانية كتير قالوا اه بس تحس دايما ان في ناس بتكتشف ان اللي هم اتفرجوا عليه دا هو تجربة فيلم غير مكتملة في نص الفيلم زي ما حصل معي في ديون وزي ما حصل في فاست بطيخة والكلام دا كله لكن المرة دي الراجل حطيتها على الترابيزة كمادة دعائية الحقيقة بتحمس الناس اكتر لخوض التجربة ان جزء السابع وجزء الثاني هما تكملة لبعض الكنين بيحملوا نفس العنوان ومنعا علي انت داخل الجزء دا وانت عارف انك حتتفرج على حدوتة غير مكتملة اه طبعا دا مش اعظم حاجة في الدنيا بس الدنيا واضحة وفي نفس الوقت المعاد بتعترح الجزء التاني معروف مسبقا ومتوقع وعلى قد ما نفاهم هو تصوير وانتهى بالفعل وفترة الانتظار هي سنة فقط لان الجزء التاني هيتعرض في يونيو من العام القادم القصة بتاعتنا المرة دي مقربة شوية للاحداث اللي احنا عايشينها وللاخطار اللي الناس كلها بتحذر منها واللي بتدت تختارق حياتنا بشكل واضح قوي وهي الاي اي الارتفاشل انتليجنس من خلال تواجد لكيان الكتروني وصل بنفسه لمرحلة السنتنس انه هو يكتسب وعي كامل وحرية في التصرفات مما جعله من اخطر ما يمكن خصوصا بعد تكوين شراكة مع ارهابي عالمي انا عارف ان الكلام دا مش باين في التريلر اوي بس ما يعتبرش حرق برضو لو انت بتثق في رأيي او في حكمي في الموضوع هو دا بس عشان تبقى عارف شكل الصراع عامل ازاي والمشن امبوسيبل يونت بتاعتنا اللي بيقودها ايتن هونت توم كروز مع الفريق بتاعه بيخشوا في عدد من الفصول وعدد من المواجهات من اجل قتل هذا الخطر خصوصا وان الاطماع في متعددة الجهات بما فيها الجهة اللي المفروض انها تمثل القيادة بتاعت فريق المهمات المستحيلة او المشن امبوسيبل يونت فترى ايه اللي حيحصل ايه اللي حيحصل بقى جوه الفيلم الفيلم جامد جدا قوي جدا فصول بتاعته فيها عدد من الاستعراضات المتعددة للامكانيات وللصفات اللي تميز بها توم كروز في الوقت الحالي وهي اقدامه على مخاطرات معقدة جدا واقناع الفريق اللي معايا فريق الانتاج اللي معايا بتخصيص كل الموارد الممكنة لانجاح هذه المشاهد ودي قوة لا يتمتع بيها عدد كبير من النجوم وحتى اللي بيتمتعوا بيها ما عندهمش لا اليقة ولا القلب ولا الجرأة الكافية ان هما يجربوا يعملوا الحاجات اللي بيعملها توم كروز هل معنى كده ان توم كروز كيان ضد الزمن ولا يمكن انهاءه الحقيقة لا يمكن يكون دوت اول فيلم بتريدت احس فيه ايه يا برينس يعني انت قبل كده كنت بتخش في اي فيلم من افلام مشان بتعملك اربع خمس مشاهد مليانين مهابرة ومليانين مخاطرات ده غير مشهدين تلاتة يتقطعوا كليبات والناس طوال تتفرج عليهم للأبد المرات يوضع مش كده انا حس كان عندي احساس وانا بتفرج على الفيلم ان فصوله مش كتير او معنى اصحي تسلسلاته مش كتير لان لما دايما بقول الفصول الناس تقولك الفصول كلها تلاتة وبتاع رغم ان ده برضو مش دقيق بالنسبة 100% بس التسلسلات اللي عندنا جوه الفيلم انا الحقيقة اعدت عدتها علشان ما تهربش مني فيلمنا ممكن نقول ان كله على بعضه بيدور على سبع تسلسلات الاحداث بتاعتنا كلها تقريبا عبارة عن سبع تسلسلات فقط لغير منا حاجات طويلة منا حاجات قصيرة منا حاجات كانت نكحة جدا على المستوى الكوميدي التنسيق اللي فيها رائع والمطردات اللي فيها عظيمة فيها حاجات متميزة جدا على المستوى الدرامي فيها حاجات عادية جدا وممكن تكون اقل من عادية كمان حتى وانت بتتفرج عليها تحس ببعض العيوب او بعض الامور اللي ممكن تكون مش مريحة وعندنا تسلسل واحد هو اللي عليه كل العلامات وكل البصمات بتاعت Mission Impossible وعلى فكرة هو ده التسلسل اللي تم استخدامه في المواد الدعائية كلها بما فيها المادة الدعائية القصيرة اللي بيتم عرضها قبل الافلام بما فيها الفيلم نفسه لذلك انا بقول لا الزمن بعد الكثير من الجاري وراتون كروز قرب يلحقوا ومن المقبول ان هو يعمل كده بس عندي علامة استفهام صغيرة لو احنا عندنا قدرة اكبر على تسلسلات اكبر ليه احنا قسمنا الفيلم ده على فيلمين ليه ما عملنا همش فيلم واحد طويل شوية ممكن تكون لاغراض تجارية بس انا من ناحية تانية يعني فنيا ممكن يكون عندي سؤال زي ده ولكن عمليا انا كمشاهد سعيد جدا باني اتفرجت على حاجة زي كده وسعيد جدا بان الفيلم بتاعنا دوت بيقدم رسائل غرام للجزء الاول في عدد من رسائل الغرام للجزء الاول بما فيهم شخصية كانت موجودة فقط في الجزء الاول وعادت في الفيلم ده تسلسل الاعظم والاهم والاكبر والاضخم عندنا مليان علامات ورسائل غرام للبردو التسلسل الاهم والاعزم والاضخم في الجزء الاول التسلسل الاكثر درامية وسوادا في الجزء ده عليه كل العلامات اللي ممكن تتخيلها من الجزء الاول كدلك ودي حاجات انا وانا وبتفرج عليها عجبني اوي ان مخي بيقارن المقارنة دي وبيعدي على الارث او الرحلة الطويلة العظيمة اللي احنا قدناها مع افلام ميشن امبوسيبل وده كان شيء هيل جدا وعجبني كذلك النقطة بتاعت استدعاء الكوميديا حتى وان كان في تسلسل واحد فقط لغير بس انك حريص على ده لان ده لمن تقدمته في الاجزاء الاخيرة على الاقل كان نجح جدا وعجب الناس جدا بس في الفيلم دوت لمست شوية تراجع في شوية حاجات في نقطة فيها تراجع مهم جدا كنت شكرت فيها في المراجعة بتاعت الجزء اللي فات اللي هو فول اوت الجودة بتاعت الاشتباكات فول اوت كان فيه عدد من الاشتباكات وجهد بروتوكول على فكرة كان فيه عدد من الاشتباكات اليدوية والمشاهد القتالية المعقدة اللي فيها مجهود كبير قوي على مست spectacular وعلى مستوى الحركة بتاعت الكاميرا بما فيها طبعا المشهد العظيم بتاع الحمام مع هنري كافل والكلام ده المرة دي انا حاسس ان مشاهد الاشتباكات والقتال تراجعت جدا يعني انا قسف ان انا استجريت وانا بتفرج ان انا استدعيت مقارنة مع فاست اكس اللي هو طب ما هو دايما يعني انا انا طلعت حطيت كل انواع الزبالة الممكنة على فاست اكس بس للامانة يعني في عدد من المشاهد مش احسن كتير الحاجة اللي بتميز الفيلم دوت بشكل واضح هي الحاجات اللي بيعملها توم كروز هي المخاطرات بتاع توم كروز اللي بتسمح للناس ان هم يصوروا حاجات بعد ما تتفرج عليها تقدر تقول ايو يا جماعة مشهد البراشوت ومشهد البراشوت دوت احنا شفناه يعني انتوا شفناه في الاشارات بتاع بدء الافلام وتحط على اليوتيوب والكلام ده ليه في الفيلم ده مميز ما يامت عمل في عشرمية فيلم يعني عشان توم كروز هو اللي عامله بنفسه فسامح لمخرج متمكن من ادواته زي كريستوفر مكواري انه لما ييجي يصوره ويطلع منه حاجة انت فعلا مشوفتش زيها قبل كده وحقيقي الفيلم مشهد دوت جوه الفيلم احنا مشوفناش زيه وانت بتتفرج هتوقع تسأل هو ليه جامد قوي كده لان نجم الفيلم عامله لوحده بنفسه من الالف للياء من اول لقطة لاخر لقطة بكل تفاصيله اللي في الدنيا الحاجة التانية برضو اللي ما عجبتنيش وحسيت بتراجع فيها عن الاجزاء التانية هي ان الاعتماد على الادوات بتاعت Mission Impossible بتاعت فريق المهمات المستحيلة قلت قوي اللي موجود معانا في الفيلم دوت هيل موسكس برضو معلش يعني خدوها حتة كده مني ما هياش حرقة قوي بس ده موجود جوه الفيلم غير كده فاكرين الجادجت الجادجت بتاعت بورج دوباي والجادجت بتاعت التنفس تحت المية والجادجت اللي بتنقل الصورة بتاعت بنجي بتاعت روسيا بتاعت اختراق الكريملين اللي كانوا عملوها والحاجات دي كلها فس الادوات دي في الجزء ده تقريبا مش موجودة عشان كده وانا بتفرج هو ان ليه يا جماعة عمالة استدعي مقارنة مع فاست اكس او ايه اللي حاصل لان الدي ان اي بتاعك الحاجات العظيمة بتاعتك الحاجات اللي بتميزك بشكل استثنائي عن اي فيلم تاني انت تخليت عن بعضها مش هقول تخليت عنها كلها انت بس تخليت عن بعضها المشاهد الدرامية قوية جدا وتأثرها عالي جدا ومحسوسة جدا ولكن اثرها على ما بعد ذلك من احداث مش محسوس قوي مش عظيم قوي احنا عندنا يعني حدث درامي مهم في منتصف الفيلم احنا في الاخر يعني انت كمشاهد هتحس بقدي ايه هو مهم ولكن بعد ما يخلص هتحس ان زي ما يكونوا الشخصيات نيسيو اللي حصل والكلام ده كله وعموما على المستوى الدرامي انا احترمت الفيلم ده جدا لانه عنده تساؤل مهم موجود معنا وبيتم الاشارة ليه اكتر من مرة بادوات مختلفة وهو اولويات ايثن هونت اولويات المهمات هل الولاء الاساسي بتاعك للمهمة بتاعتك ولانجاحها ولا الفريقك للصلات اللي انت بنتها مع اعضاء فريقك مع الشخصيات بتاعتك والفريق المراتي بيحصل فيه تغيرات بيحصل فيه تنمعات الافراد اللي موجودين معنا كمكون رئيسي جوه الفريق هم إلسا ريديكا فرجسون بنجي سايمون بيج ولوثر اللي هو فين جرامز خلاص توم كروز حقق المخطط الاساسي بتاعه وتخلص من كل الرجالة في وقتر من الفترات احنا الفريق دوت كان فيه جيرمي رانر وكان فيه تهديد من جيرمي رانر انه ممكن يكون ايثن الهونت اللي قادم اصلا وفي وقت من الاوقات كان عندنا جوناتان ريس مايرز وجوناتان ريس مايرز الجزء الثالث كان ممثل مهم كان بيقوم ببطولة افلام وبطولة مسلسلات وكلام زي ده ولكن توم كروز حقق مبتغى وتخلص من كل الرجالة وربلسهم بستات فريق المشان impossible دلوقتي بقى كله ستات وسايمون بيج وفينجرامز اللي هما الاثنين اصلا ما بيقوموش من مكانهم حتى سايمون بيج كان بينزل الفيلد وبيقوم بمهمات دلوقتي ما بيقومش من عالكورسي بتاعه حسيت ان الجانب بتاع اخطار الاي اي اي والشغل بتاع الكمبيوتر والهاكينج والنتوركينج والكلام ده كله مش واضح قوي برضو دخلنا تاني الفكرة ان انا حاعد ادوس على الزراير واعمل حاجة واقولك النتيجة في الاخر في الاجزاء الاخيرة لا كنا حاسين بدا اكتر حاسين باهميته اكتر فاهمين بنجي بيعمل ايه فاهمين لوثر بيعمل ايه المرة دي في اغلب الاوقات انا مش فاهم قوي اللي بيحسن وحاسس ان او اتمنى ان في الجزء التاني بتاع الفيلم ده يظهر فيلن تاني يظهر شرير تاني احنا عندنا شرير موجود معانا جوا الاحداث مش عايز احرق تفاصيله قوي برغم ان انا وضحت التهديد شكله عامل ازاي وكويس مش وحش بس حاسس لو فعلا وده كلام تردد عن ان دي النهاية بتاعت ايتن هانت ان الفيلمين دول اخر فيلمين لتوم كروز في هذا الموضوع رغم انه طلع بعد كده وقالك انا عايز اعود اعمل افلام زي ادي للابد وكريستوفر مكواري شخصيا قالك دي مش نهاية مش الامبوسيبل بس فيه افلام كتير او كلام كتير بيقول ان دي نهاية مش الامبوسيبل اصحو مش عاوزين يقوله ده وقت علشان تتفاجئ وانت بتتفرج مش زي ما حصل في جيمز بوند الاخير اللي اغلب الناس كانت عارفة ايه اللي حيصل لهم بيتفرجهم عاوزين فيلن جامد يعني عاوزين فيلن يليق على المناسبة يليق على هول الحدث اللي احنا مقدمين عليه انا لسه شايف ان اعظم فيلن احنا عدنا عليه كان فيليب سيمور هوفمند في الجزء الثالث بعد كده عدنا على عدد من الفيلن مش بطلين رغم ان هما وزنهم سينمائيا مش قوي وانا هنا مش عاوز اقول انك لازم تجيب لي نجم كبير بس هو ده الموضوع يا جماعة احنا بنتفرج فعلا على مهي دوري الابطال مش عايز اتفرج على فريق في المركز السابع في الدوري الهولندي انا عاوز فرقتين جامدين عاوز بطل الدوري ده وبطل الدوري ده في المناسبة العظيمة ديت وده الحكمة كلها بتاع التسلسل الادوار انت لو ممثل جامد في سن كبير شوية تاخد دور 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 لغاية لما تبقى نجم كبير وبعدين تعمل لي الفيلن بتاع حاجة زي كده او مناسبة زي كده فكنت اتمنى ان الفيلن بتاعنا يكون على مستوى البروفايل وعلى مستوى الاداء وعلى مستوى التهديد يكون اقوى من كده شوية هو ولا توب جون يعني مقارنة غير صالحة تماما بس اعتقد ان انت اصلا حسس بالاثر انت فاكر توب جون في اول اسبوع عرضه كان عامل ايه واشوف ده وتعمل ايه على مستوى التأثير على مستوى البصمة لا توب جون قتلت هيلي اتول ضفت جدا والتناغم والطاقة اللي ما بينها وما بين تون كروز فاقوى احوالها هي مفاجأة يعني برضو هيلي اتول مش من الاسماء الجامدة قوي انك تتصورها في دور البطولة النسائية الرئيسية امام ايثان هونت بس على فاكرة هي كده فعلا وعلى مستوى النجومية هي في تأدير الشخصية اقل شوية من ربيكا فرجسون مش عارف انتوا ايه رأيكم بس ده احساسي يعني لكن تواجدها جامد هي من ابطال المشهد او التسلسل الاساسي في الفيلم اللي بيعول عليه بشكل كبير في تصدير الكوميديا وكانت من الادوات النكحة جدا فيه على فكرة مشهد من اجمد بيومك فول اوت من افضل افلام الاكشن بالتاريخ راح تظلم هزا الفيلم لو قارنته بيقوم لنعمل ايه ها ماجهة فيلم في جوه نفس السلسلة حتى دي ما نعملش فيها مقارنة طب اقولك اكتر من كده روج نيشن احسن منه الجزء التلات احسن منه شريف بيقول هو فيلم جاسوسية اكتر منه فيلم اكشن دي من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم الصراحة حفاظه على اثر الجاسوسية مكائد والامور اللي زي دي اللي فيها تشغيل مخ اكتر من كونها مجرد مواجهات اكشن وده حفاظ على التقليد اللي تم ارساؤه مؤخرا في عدد من افلام مش اليمبوسبل فده مش مدايق ان يتواجده خالص بس هم كانوا بيعملوا ده بالتوازن مع الاكشن بشكل احسن من كده كمان من كلامك واضح ان فيه حطة احباط معرفش اتفرج على الفيلم وحكم انت يعني خد الانطباع ده سجله بس في نقطة او في نوتة ولما تطلع من الفيلم اقرنوا بيها انا احساسي بعد ما طلعت من الفيلم ان التسلسلات بتاعته قليلة وان الاثر الرئيسي بتاعت الادوات الاساسية بتاعت مشن امبوسبل اللي بتخلي افلام مشن امبوسبل مش جيمس بوند ومش فاست ان فيوريوس مش موجود؟ غايبة جدا تقييمي للفيلم تقييمي للفيلم تمانية من عشر يعني قاعد مترنح قوي ما بين سبعة ونص وتمانية بس برضو يعني حاسس ان سبعة ونص ده ممكن تدي انطباع خاطئ بان في حاجات كتير ديقتني جوه الفيلم ده مش حقيقي انا بس حاسس ببعض التراجع عن الاجزاء الاخرانية وخصوصا فولاو انا لو عاوز اقول statement في هذا الموضوع وصلها بشكل واضح من المفاجئ والمدهش ان احنا بنوصل للجزء السابع ولسه مستوانا مرتفع جدا ولكن لو حطينا عدسة مقربة واقعدنا نعمل مقارنات على كل العناصر اللي في الدنيا ممكن تتطفق معايا في انه اقل من الاجزاء الاخير بس ده ما يجعلوش فيلم وحش ما يخلينيش حسس بالاحباط اطلاقا يعني لو قاعدين على مدار 3 افلام عملين نتحرك في 8 8.9 احيا مين فيلم بيوصل لجزء السابع جماعة ولسه بياخد تمانيات هل حسيت ان السلسورة الاكشن قصيرة بسبب ان حسنا شايفين جون واكي الاخير لا 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 السلسورة الاكشن مش قصيرة قليلة بالعكس دي طويلة جدا وفي بعض الاحيان اطول من اللازم يعني انت فيه مشاهد بتوصل في وسط المطاردة او في وسط المواجهة لنقطة معينة بتقول طب ما هي كده خلصت تلاقي لا لسه فيه كمان ربع ساعة تلتة ساعة رغم ان فيه نقطة نهاية مرضية كنا وصلنا لها بالفعل ده احساسي اللي بيخليني اقولك متضايق شوية في انك لو كنت حرصت على فاعلية المشاهد ديت الفاعلية هنا نقص بيها اللي هي تأثر زمانها وتعلي مفعولها انت كممكن تلم الجزءين في فيلم واحد وانا طبعا لسه مشوفتش الجزء التاني فممكن اكون غلطا هاري بوتر وصل للسابع وبياخد تمانيات وتسعة هاري بوتر بين الكتب في كل جزء بيقعدوا يكتشفوا ويفتكسوا احنا هنعمل اي دلوقتي مقارنة غير صالح بس حاسس سبعة سلسلات مش ولاية انا مش بقولك سبعة سلسلات اكشن جهو الفيلم الفيلم كله سبعة سلسلات بالاكشن باللي مش اكشن ممكن ينزل بارت التاني يستخن اكتر ليه تمانية من عشر لان الناس كلها منتوقعوا حاجة تقتر من كده فمش عايز برضو التبرير الكتير دو تيدي للناس انطباع ان التجربة محبطة او ان الفيلم ما عجبنيش او ان يبقول للناس ما تتفرجوش عليه او كلام زي ده الفيلم رائع عظيم سمعت بعض الاراق بتقول هو الافضل في الفين تلاتة وعشرين اه بس ده لان الفين تلاتة وعشرين لغاية دلوقتي يمنزلش فيها افلام مش عشان هو جامل اتفاشخ يعني السنة اللي فاتت لما نزل توب جان قلنا عليه افضل فيلم في الفين تلاتة وعشرين وكان عندنا استعداد نراهن على انه حيفضل افضل فيلم في الفين تلاتة وعشرين سوري الفين تلاتة وعشرين سنة اللي فاتت السنة دي انا بقول لك ميشون امبوسيبل ديت ريكنينج بارت وان هو افضل فيلم في الفين تلاتة وعشرين ولكن ما اظنش انه حيفضل افضل فيلم في الفين تلاتة وعشرين فولاوت شكله حالة مش هتتكرر انا حاسس برضو ان التكريم الزائد يا فول هوت عظيم فول هوت مرعب فول هوت ممكن يتقل عليه افضل فيلم في السلسلة رغم ان انا لسه مصمم على ان جزء الثالث هو الافضل بس ما جزء بروتوكول برضو ما كانش شوية جماعة افضل من جون ويك لا جون ويك افضل انتو قصدوكم على فكرة الافضل في السنة والكلام دوت لا 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 انا بقول هو الافضل في السنة على مستوى فيلم على بعضه جون ويك بيتفوق عليه في النقط الاساسية بتاعت الاكشن المواجهات الاشتباكات في جون ويك افضل عشان كده انا بقول جون ويك افضل مش قصد ان جون ويك هو الافضل في السنة بغاية دلوقتي بس وانت جاي تقارن في العناصر الرئيسية لا على اقل مش هنسبل عنده حدوطة يعني اجمد شوية من بتاعت جون ويك يعني اجمد من بيت الروبي ليه عما هنكفر طب ايه افضل مشهد بالنسبة ليك هو المشهد الكبير يعني محتاجة واحد محنك قوي عشان يقولك ان مشهد الكبير يا جماعة هو مشهد البراشود يعني ده اللي احنا شفناه منه فعليموب ده هو مش مشهد ولا تسلسل ده ربع فيلم يعني ده بسم الله ما شاء الله كده عارف من بس العقاد لغاية ديستريكت فايف حاجة كبيرة في أشخة جوه الأحباس هي الأضخم والأعظم والأجمد وكل حاجة طب في مشهد نا بفيش مشهد إضافي بعد النهائي اول ما ينزل التيترق وما يمشي على طول اكستراكشن أحلى اكستراكشن حتى مش أحسن من جون ويك على مستوى الستنز اكستراكشن عنده تسلسل طويل ملوش مثيل تعالى نقول كده بس كفيلم لأ طبعا أقل من الاتنين هو الفيلم اللي علاقة بالجزء الأول من السلسلة في بعض الاستدعاءات التكريمية مش هتفرق معاك خالص لما شفتش الجزء الأولاني في عودة الشخصية لو انت مش فاكرها من الجزء الأولاني برضو مش هتفرق معاك في حاجة وبس دي العلاقة دي الصلة يعني مشهد المطاردة بالنسبة لك كان ممتاز كوميديا لأنه بالنسبة لي من زمان ما فيه مشهد المطاردة ده حطني بالشكل ده موافقك تماما بس عارف برضو لما تيجي تقرنه بالمثيل بتاعه اللي هو الجزء الأولاني اللي كان فيه ريبيكا فيرجسون روج نيشن ياس 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 لا الكوميديا بتاعت المشهد بتاع روج نيشن أجمد في رأي تقييمي حيختلف لو دي فعلا حتكون نهاية إيتان هونت ما هو ما بيعملش دوت يا غسان يعني انت لو تلاحظ كل ما يظهر واحد المفروض ياخد مكانه يروح قاضي عليه يعني جوناثن ريس مايرز ده ده بطله ده بطله سينما جيرمي رينر ده سعى ليه بجرار على فكرة الحادثة اللي بتعرض لها جيرمي رينر ديت أنا معلش يعني أنا عايز أفتح تحقيق أنا آسف تقولي بقى حادثة وقدرية وكنا في التلج ومحدش تاني كان موجود يعني أنا لما يحصل حاجة كده لراجل كان بيهد توم كروز أول واحد اتهمه توم كروز معلش ندور بقى على مين اللي سايب الفرامل طب بالنسبة لك مشهد البرشوت أحسن من مشاهد زي إخناءة هنري كافل في الحمام ومشهد الفاتيكان ومشهد العاصفة الطرودية لأ انت بتقارن حاجات مش شبه بعض مشهد البرشوت جزء من تسلسل طويل جدا فيه تعائدات كتير جدا مشهد الحمام ده مشهد اشتباك قد يكون الأفضل في السلسلة مش الامبوسوبل كلها يعني مش عايز اقول المقارنة بقلب قوي دلوقتي غير لما تأكد من اللي بقوله لك بس ربما يكون كذلك فدي مشاهد بتتميز لأسباب مختلفة والتسلسل الأخير في المشهد ده أنا يعني أنا مستني الفيلم ينزل على او اس ان ولا ينزل على اي حاجة لأ عايز اعود افحص وامحص بقى أفهم إيه اللي أنا شوفته ده وهي دي النقطة سبات في المستوى آه احنا بنقعد نتكلم على مستوى مايكروسكوبي عشان أقولك ده أحسن وده أقل دقيقة الجزء التاني مش الجزء التاني ده كان مهزلة أما لسه مصممة ومناسبة وبدون مناسبة لازم عود أفرج الناس ومش هدلقفز من الطيارة بفول اوت كان رائع والله لا مش اليمبوسيبل يا جماعة سايب سايب إرث مخيف من المشاهد ومن المخاطرات ومن التسلسلات ومن الإبداعات ومن الأدوات اللي غابت خالص في الجزء ده يعني بص أنا التسلسلات بتاعت الفيلم بصوا حقولكم يعني مش هقولهم ايه عشان محرقش بص هقول تقييماتي ليها يعني التسلسل الأول مه التسلسل التاني سوبر مه حاجة اللي هو لا 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 بقولك ايه احنا لو هنقعد كده لأخر الفيلم هافصل منك وبعد كده رجعنا مه تاني وبعد كده فيه تسلسل أوكي ابتدينه يلا بينا نسخن وبعد كده فيه تسلسل سوبر كول اللي هو بتاع الكوميديا ده أي حد في الدنيا حيعجب به وبعد كده عندنا تسلسل سوبر دراماتيك واللي انا بقصد ان هو فيه استدعاء كبير قوي للجزء الاولاني وبعد كده عندنا التسلسل الاخير اللي هو المهرجانات والانفجارات كلها يعني كده ايه سلسلة افضل ميشن امبوسبل ولا جيمس بوند انهي جيمس بوند دانيال كريك جيمس بوند بالتحديد لا مش ان امبوسبل احنا لازم نقارن سلسلتين بطالهم واحد او يعني في كل سلسلة فيه واحد بس اللي قدها من بداية الانهايات لسه خارج من الفيلم مع انه استمتعت وهو انه ينتقل لمقعد الرجل التاني يا دود هو عشان اكون وجهة نظر كاملة عن الفيلم اللي لازم اشوفه اكتر من مرة اه اللي احنا بنعمله دوت اسمه تقييم او نقضة او مو نقشة بناء على الانطباع الاول من مشاهدة الفيلم وعشان كده برضو بنحرص ان احنا ما نخصش في تفاصيل اكتر من اللازم لان التفاصيل ديت او القراء بتاعة الكور بتاعة مشاهد وبتاعة حاجات زي كده ما ينفعش تقايمها غلا ما اشوفه اكتر من مرة نسأل اسئلة المهمة ريبيكا ولا هيلي السؤال ده بيجيب بانه عشان انا موضوع ان احنا نتناقش في ريبيكا فرجسن ده موضوع بينرفزني بيديقني انت بتقول ايه انت بتقول ايه طبعا هيلي برا للمحكمة اطلع برا اطلع برا ومترجعش هنا تاني اتحرف اشرح ليه انا مش هحرق مش هحرق خالص اوكي علشان ما حبدش يخاف يعني بس هحاول استدعي حاجة فما تتخضوش وانا بتكلم عنها عشان موضوع الحرب بس هما الشخصيتين اللي هما إلسا والمرة دي اسمها ايه هيلي اطول دول المفروض انه هما شخصيات غمضة بيتلعبوا في اوقات كتير بايثن هونت شخصية استدعي الفصل ده في تاريخ الشخصيتين مع ايثن هونت واحكم انت عايز تقول ان هيلي اطول كانت اجمل من ريبيكا فرجسن انا مختلف تماما بعنف ريبيكا فرجسن كانت منسنج اكتر مهددة اكتر مخيفة اكتر خطر اكتر فوكسي اكتر يا رجل يا طيب توم كروز هيشوف المراجعة دي ويراجع كل الادوات بالجزء التاني او النبي يا حبيبي يا طب اولا تأتفاهم ان انا بهذر واحنا علاقتنا مع بعض قديمة يعني بعد ايذن حضرتك فيلم جميل ما تاخدش بس على الكلام يوجد الفيلم رائع الف الف مبرو ويريد تبلغ التحيات بتاعتي لكل اسرة العمل انك حساس بالنسبة للامور Carnegie نحن كمهور بنحبها ف يعني انا بس ايه بتدله عليك شوية بعد اذن أحطها في الاعتبار بس يعني حاجة بس عشان تحننبسط كمهور ونفرح وبعدين احنا في الصيف ودلوقتي الاجواء احتفالية جميلة وحاجات زي كده ثانيا لما يكون في واحد بس بيعمل حاجات على الكمبيوتر تفهمونها هو بيعمل ايه يعني الفكرة عامة ما بنقولش ان حضرات تخششنا تدخلنا في التفاصيل قوي يعني بس فكرة عامة يعني هو احنا عملين تاكتب كده عايزين نوصل لإيه بس بس ألف 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 مبروك والعدد من الوجه الجديدة الواعدة جدا جدا جدا